مرحبا بكم اذا كنت حابة او كنت حابة تسوي كانتر بلوت باستخدام لغة برمزة بايثون تابع الفيديو اللي نهاية اول شي نستورد بمكتبة مات بلوت ليب وبعدين نستورد بمكتبات بانداس ثالثا راح لدي نستورد البيانات مالتنا اللي هو تكون على شكل فايل كوما سبريتد باليو واسم الملف مالتنا ديمو اكس واي دوت تي اكسي طبعا هنا راح نشوف البيانات البيانات مالتنا ما ضبطت لازم نسوي separation value او ننطيل قيمة separation اللي هو تكون على شكل تابس هنا طبعا راح يضبط ادنى الديتفريم او يضبط ادنى التيبل الخطوة الجاية طبعا راح نبدأ نرسم الكانتر مالتنا عن طريق التراي كانتر فول انحدد لشغلات تحدد الاكس الكووردنت وكذلك الواي كووردنت بالاضافة الى شغلة اخرى نحددها اللي هي الزيت باليو اللي راح تكون نتمثل عدنى الالوان او التدريجات لتنا في الكانتر بلوت ندخل درني القيم 3 اكس والواي والزت داخل الكانتر بلوت مالتنا وراح طبعا ننطيل البرنامج وراح نحصل الكانتر بلوت نقدر شي سوي نقدر نضيف جريد للكانتر مالتنا عن طريق الفونكشن جريد وكذلك نقدر نضيف لها تايرل عن طريق الفونكشن تايرل ننطيله string وكذلك اش نقدر نسوي ايضا نقدر نضيف اماكن او الوكيشن زمال الابار مالتنا في الكانتر عن طريق السكاتر فونكشن ندخل الى اكس والواي وكذلك راح ادخل الكلر الابار راح الاونها اسود وكذلك انطيل الماركر وثلاث علوي ش نقدر نسوي ايضا نقدر نغير بالحجم الشارت مالتنا او حجم البلوت مالتنا عن طريق الفيجر والفيجر سايز ونطيل القياسة ونطيل هنا عشر بعشر ونطيل ويطلع ادنه الشكل واخر شي نقدر نصدر الملف مالتنا الى الشكل مالف فيدي اف ورما يتصدر ادنه راح نفتح الملف وهذا الملف النهاي شكرا للمتابعة مالتنا الش Burnout